بداية كلام لما نقول ان افريقيا في المونديال عنوانها هو النادي الاهلي لا احنا بنبالغ ولا بنأفور ولا اي حاجة من الحاجات دي دي حقيقة لا تقبل الجدل يا حضرات ارقام عظيمة بيحققها النادي الاهلي على مدار مشاركاته في مونديال العالم للاندية وطبعا اخرها كان في النسخة الاخيرة اللي انتهت يوم الجمعة اللي فاتت بعد ما حصل النادي الاهلي على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه عشان يسجل انجاز كبير يتفوق من خلاله على اندية عريقة جدا في العالم خلال مشاركاتها المونديالية تعالوا نبص كده ونحلل ارقام النادي الاهلي هنلاقي انه اول حاجة انه وصل لدور نصف النهائي في المونديال ست مرات سنة 2006 في اليابان بعدها 2012 و2020 في قطر بعدها 2021 في الامارات و22 في المغرب واخيرا 2023 في السعودية حقق النادي الاهلي المركز الرابع في اربع مناسبات اولها في 2006 على حساب كلاب امريكا المكسيكي بعدها في 2020 على حساب المراس البرازيلي جمعتش قوي جدا فيه ضربات جزاء مع نهاية المباراة وانتهت صالحنا ثم النسخة اللي بعدها في 2021 وكان وقتها على حساب الهلال السعودي واكيد برضو حضراتكم مش ناسين الفوز العريض والغالي اللي حققوا النادي الاهلي يوميها بفوزه بنتيجة 4-0 واخيرا وليس اخيرا ان شاء الله اول مباراة طبعا على حساب بطل اسيا وروى الياباني بالفوز عليه بنتيجة 4-2 كمان من الارقام المميزة جدا للنادي الاهلي خلال مشاركاته المنديلية نقدر نقول الآتي احرص لعيبة النادي الاهلي 31 هدف تصدر قائمة محمد ابو تريكا برصيد 4 هدف يلي في الافلافيو و احمد عبدالقادر وحسين الشحات وياسر ابراهيم وعلي معلول كل واحد منهم سجل 3 اهداف برضو من ضمن الامور الايجابية جدا ان النادي الاهلي جي في المركز الثالث في قائمة اكثر الاندية وقوفا على منصات التتويج في كأس العالم للاندية ده بين كم نادي حضرات من بين 42 نادي صعدوا كلهم لمنصات التدويج بالميداليات المختلفة في نسخ مختلفة من هذه البطولة طبعا الصدارة تبقى لريال مدريد برصيد 5 ميداليات وكلها ميداليات ذهبية طبعا الحال بيجي في المركز الثاني برشلونة الاسباني برصيد 4 ميداليات منهم 3 ذهب و1 فضة ويليهم النادي الاهلي ب4 ميداليات برونزية ثم باين ميونيخ الألماني برصيد ميداليتين ذهبيتين وليفر بول والشيلسي ذهبية وفضية لكل واحد فيهم وطبعا دي أبرز الاندية اللي حصدت عدد كبير من الميداليات خلال مشاركتها في كأس العالم للاندية ليه بقى بقول حضراتكم ان افريقيا في مونديال الاندية عنوانها الاساسي والرئيسي هو النادي الاهلي لانه على مدار مشاركات افريقيا بالكامل حنلاقي ان النادي الاهلي هو الاكثر تواجدا في كل حاجة تقريبا سواء عدد المشاركات عدد مرات الوصول للدور النصف النهائي عدد مرات الحصول على ميداليات او تحقيق المكسب او تسجيل الاهداف يعني باستثناء انجاز لازم برضو نقف عنده ونذكره الحقيقة تأهل مازينبي للمباراة النهائية في نسخة عشرين عشرة وقتها لعب قدام انتر ميلن ثم تأهل الرجاء المغربي في نسخة عشرين تلاتاشر امام باين ميونخ كل مشاركات اندية افريقيا باستثناء الاثنين دول انتهت عند حدود الجولة الاولى في الهدية المسابقة مفيش فريق افريقي لعب نصف نهائي المونديال باستثناء الثناء الالتر حضراتكم عليه طبعا مازينبي والرجاء فيما عادة ذلك فالنادي الاهلي فقط لا غير هو الفريق الافريقي الاكثر تواجدا في الدور نصف النهائي وبالمناسبة اضاف النادي الاهلي كمان اربع نقاط لرصيده في تصنيف الاندية الافريقية طبعا بعد محقق الفوز في مبارتين في كأس العالم للاندية على حساب طبعا الانتحاد جد السعودي وقراوة الياباني عشان يواصل تصدره لتصنيف الاندية الافريقية عبر تاريخ بطولات افريقيا للاندية على كل الاسعادة وكل المستويات وايضا تصنيف القرن الواحد وعشرين شيء فاخر حقيقي بالمعنى الحرفي